اتعرفوا على بعض من فترة سيارة وجمعتهم علاقة حب ياسمين رئيس بيتفاجئ الجمهور بالحنة العريس هو رجل اعمال اسمه احمد عبدالعزيز وكان متجوز من الادنة الصغيرة للفنانة رغضة لكنه انفصل عنها من 3 سنوات مساء امس الفنانة ياسمين رئيس احتفلت دحنتها اللي اخفتها على متابعينها وما تكلمتش على ارتباطها نهائيا خلال الفترة الماضية وسط عدد من صديقاتها من الوسط الفني وخرجه من الوسط الفني كانت موجودة معاها مريهان حسين ودين الشربيني ونجلاء بدر وسبا مبارك ياسمين بتستعد لحفل صفافها في احد الاماكن الاسرية في القاهرة الكبرى وسيقام يوم الخميس المغبل وسيقتصر على عدد من الاصدقاء والعائلة وبعض نجوم الفن وقد شاركت الماكير الخاصة بالفنانة ياسمين رئيس مجموعة من الصور والفيديوهات في احتفالها باللينة الحنة اما عن هوية العريس فهو رجل اعمال مصري شهير مهتم بالرياضة والجم والصيد احيانا ومستقل بذاته اما عن ياسمين فهي عندها 38 سنة ودي مش اول جوازة ليها ولكن سبق وتجوزت من المخرج هادي البنجوري ووقع الانفصال بينهم منذ عامين وتحديدا في 22 فبراير عام 2022 بعد زواج استمر سبع سنوات وانجبت منه وولد وكان سبب الانفصال هو الغيرة وفي النهاية منتظرين حفل الزفاف ونتمنى لها حياة زوجية سعيدة الخبر خلص ولكن اخبار مشاهير مع ريري لسا مكملة وفضل الاشتراك واللايك دعما لمجهودي